سلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو او درس جيد هنتعلموا فيه طريقة ضربة وقسمة الكسور ببساطة هنا حاليا قاعدين في الدروس طريقة الحل اليدوية يعني باليد بدون استخدام على حاسبة لكن ان شاء الله بعد ما نكملوا اخر درس وهو ان شاء الله الدرس الجالي هو ضربة قسمة الكسور والجزء الثاني بهيك نكونوا اخدينا درسين لجمع وطرح الكسور ودرسين لضرب وقسمة الكسور قاعد بطريقة ايدوية للمسائل البسيطة والمسائل المعقدة لكن ان شاء الله بعدها حنبدو نتعلموا على طريق الدرب وقسمة وجمع وطرح الكسور بسختم على الحاسبة فاول شي في ضرب الكسور حتى تلكم القانون هنا حتى يكون ابسط لان احد طلبه فكرني في شي هذا قال انت في جمع وطرح الكسور مكتبة هوناش بالنسبة للضرب لضرب الكسور اني نشبح فيه اسهل بهلبة ممكن يكون بنفس نسبة سهولة جمع وطرح الكسور ام تكون المقامات مشتركة متشابهة يعني نفس موضوع الجزء الاول في جمع وطرح الكسور هذا بالنسبة للضرب فاحنا مثلا اذا عندنا الف علبة يعني اي عدد على اي عدد ضرب اي عدد على اي عدد طبعا هنا نلاحظ ان المقامات مش متشابهة عملية الضرب بسيطة جدا يعني من بوش نفكروا ان المقام لازم يكون مشترك واذا مش مشترك اه حنوحده ا Auchay شي عباره لعملية ضرب مباشرة يعني على سبيل المثال اذا عندنا كسر يقول ثلاثة على اربعة ضرب واحدة على ثلاثة نبر ناتج انتحłu يعني عملية ضرب فح نضرب البسوط في بعض يعني ثلاثة ضرب واحد تساوي ثلاثة او حنضرب المقامات في بعض يعني اربعة ضرب ثلاثة تساوي 12 بكل بساطة يعني عملية رياضية مباشرة something like you ! هذا بالنسبة لعملية ضرب الكسور يعني أم تكون بسيطة يعني المقامات ببساطة يعني معناش أي عدد صحيح في الموضوع أو مثلا أي يعني عبارة على أعداد عادية جدا عدد على عدد ضرب عدد على عدد بسيط جدا الموضوع في الدرس الجاي اللي هو جزء الثاني حنأخذوا ضرب كسور لكن حتكون شوي أكتر تعقيد حنتعرف عليها ما بعض عندنا نقطة واحدة هي بس إن المقام ركزوا النديمة لازم المقام ما يكونش سفر يعني سواء أربعة أو ثلاثة اللي هي الباق أو الصاد هدية المقام سواء الكسر أو الكسر الثاني لازم لا تساوي السفر هديركزوا عليها نمشي للجزء الثاني إنه هو عملية قسمة الكسور عملية قسمة الكسور فها فكرة لكن أيضا سهلة يعني إذا عنا نص يعني واحد على اثنين قسمة واحد على اثمانية كيف حنحلوها الطريقة اللي حنشرحها توها هادي أنا بالنسبة لي نشرحها الأبسط لكن إذا أي حد منكم عند أي طريقة تانية هو فهمها ومستعوبها يقدر يستخدمها يعني المهم الناتج نفس يكون فعنا أبسط طريقة بنسبة لي هي أن أحن ناخد الكسر الأول اللي هو مثلا نص أو واحد على اثنين هنحول العملية للضرب بقلبة نحن نقلبه الطرف الثاني أو نعكسه يعني بسطه مقامه ومقامه بسط يعني ثمانية على واحد يعني الكسر الأول اللي قسمة هو عملية القسمة للضرب والكسر اللي بعد العملية الرياضية اللي هي القسمة ينقلب مقامه بسط وبسطه مقام في الحالة هذه بديت عنا عملية ضرب عادية جدا سهلة يعني نضرب المقامات في بعضها والبسوط في بعضها يعني 1 ضرب 8 8 و 2 ضرب 1 2 الغلط اللي دي ما يصير ان الاشخاص بعد ما يحولوا لعملية ضرب من قسمة الى ضرب يقولوا حيال المقامات مختلفة لازم نوحدها لكن تفكروا ان هذا الشيء امت يصير يصير في عملية مثلا على سبيل المثال الجمع او الطرح ام تكون المقامات مش متابهة لكن في الضرب ما عندناش في الجمع او الطرح اذا المقامات مش متشابهة لازم اخلاها تتشابه لازم المقامات متشابهة باش نديروا عملية جمع او طرح للكسور لكن في الضرب مش شرط يكونوا المقامات متشابهة باش نديروا العملية نضربه بطريقة مباشرة فتفكروا الشيء هذا ان شاء الله كان الدرس بسيط وسهل وممتع بالنسبة لكم واستفدتوا منه ان في الضرب نضربه بطريقة مباشرة طول المقام في المقام والبسط في البسط وبالنسبة للطرح نحول الكسر اللي بعد عملية الطرح البسط مقامه والمقام بسط وتبدأ عملية ضرب بعدين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام بطريقة سهلة جداً بطريقة مباشرة بس نتأكدوا أن ديما المقام يكون في سفر إن شاء الله بطفق للجميع وإن شاء الله نتلقوا في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة